هارتفع ثلاثة سلسلة غير محسوبة وهعمل عمود بلفتين في نفس الغرزة لانا فيها وفي في كل العمدان دي هعمل عمود بلفتين كلهم يعني المجموعات بتاعة العمدان في الدور ده هتبقى كلها عمود بلفتين كده عندي اربعة عمود بلفتين بعد كده هعمل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هروح على فراغ السلسلة الوحيد اللي عندي هنا هعمل في حشو وغرزة بيكو من تلاتة سلسلة بنفس الطريقة وغرزة حشو في نفس المكان بعد كده خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة فوق كل عمود فوق كل غرزة من المجموعات هشتغل عمود بلفتين مفهش تزايد لكن آآ وحت الغرزة الغرزة كانت عمود وعمود طويل وعمود بلفتين دلوقتي خلتهم كلهم عمود بلفتين بعد كده هشتغل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عندي في الجزء اللي جاي تلاتة عمود او تلاتة تلات غرز تلاتة عمود بلفة طويل من الدور اللي فات هشتغل في اول عمود هعمل عمود بلفتين في اول غرزة في نفس الغرزة هعمل عمود بلفتين كمان يعني كده اول غرزة عندي فيها تزايد عمود بلفتين بعد كده العمود اللي بعده او الغرزة اللي بعدها هعمل فيها عمود بلفتين ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عمود بلفتين في نفس الغرزة اللي انا فيها او اللي هي العمود الوسطاني بتاعي في الغرزة اللي بعدها او اخر عمود هشتغل تزايد عمود بلفتين زي اول عمود يعني اتنين عمود بلفتين في نفس الغرزة بالشكل دايبات تلاتة اعمدة الطويلة اللي كانت عندي في الدور اللي فات من غرزة الايس كريم عملت فيهم اول عمود تزايد عمود بلفتين اتنين عمود بلفتين في اول عمود العمود الوسطاني اشتغلت فيه عمود بلفتين ستة سلسلة عمود بلفتين العمود الاخير عملت فيه اتنين عمود بلفتين هيبقى الناتج عندي تلاتة عمود بلفتين ستة سلسلة تلاتة عمود بلفتين بعد كده هعمل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة فيه كل عمود هيقابلني هشتغل عمود بلفتين وكده هبقى بدأت ايه اكرر هكمل كده بنفس الطريقة خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة فراغ الخمسة سلسلة الوحيد اللي عندي هعمل فيه حشو وبيكو وحشو واكرر نفس الشغل اللي عملته قبل كده هكمل كده بنفس الطريقة لنهاية الدور وارجع له في نهاية الدور هقفل بخمسة سلسلة ومنزلقة في اول عمود بلفتين بدأت بيه الدور للدور الجديد هبدأ بارتفاع تلاتة سلسلة غير محسوبة واحد اتنين تلاتة وفي نفس الغرزة هعمل عمود آآ بلفتين في نفس الغرزة اللي انا فيها هعلم الغرزة العمود ده بعد كده هعمل اتنين سلسلة واحد اتنين في نفس الغرزة اللي انا فيها هشتغل برضو عمود بلفتين تاني يبقى اول غرزة عندي اشتغلت فيها عمود بلفتين اتنين سلسلة عمود بلفتين في الثلاث غرز اللي جايين كل واحدة فيهم هشتغل عمود بلفتين اخر عمود بلفتين بعد كده هشتغل تمانية سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية هروح على اول آآ عمود بلفتين اعمل فوقي عمود بلفتين انا ده هتجاهل الخمسة سلسلة الحشو والبيكو والحشو والخمسة سلسلة كل ده هتجاهله وهشتغل على طول عمود بلفتين فوق اول عمود آآ بلفتين الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين الغرزة اللي بعدها آآ عمود بلفتين الغرزة الاخيرة عمود بلفتين اتنين سلسلة عمود بلفتين تانين في نفس الغرزة بالشكل ده في البداية وفي آآ المجموعة التانية في النهاية بعد كده هعمل آآ تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هروح على اول عمود بلفتين عندي اعمل فيه غرزة حشو بعد كده هعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وفي فراغ ستة سلسلة هنا هشتغل تسعة عمود بلفتين تسعة عمود بلفتين ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة عمود بلفتين فيه فراغ الستة سلسلة بعد كده تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة في اخر عمود عندي هعمل غرزة حشو بعد كده تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة في اول عمود بلفتين عندي هعمل عمود بلفتين اتنين سلسلة عمود بلفتين في نفس المكان في نفس الغرزة بعد كده في الثلاث عمدان اللي جاية هعمل في كل واحد فيهم عمود بلفتين وكده انا بعيد اللي اشتغلته هنا فوق الخمسة سلسلة الحشو البيكو الحشو والخمسة سلسلة دول كلهم هتجهالهم واعمل تمانية سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية اول عمود هعمل فيه عمود بلفتين تاني عمود عمود بلفتين انا برضو بكرر كده معاكو تالت عمود عمود بلفتين اخر عمود هشتغل فيه عمود بلفتين اتنين سلسلة عمود بلفتين في نفس الغرزة الغرزة او فيه اخر غرزة من الاعمدة واكرر تاني نفس اللي عملته هنا تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة حشو في اول عمود تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة واعمل تسعة عمود بلفتين فيه فراغ الستة سلسلة زي ما عملنا هنا هكمل كده بنفس الطريقة لنهاية الدور في نهاية الدور هقفل بتلاتة سلسلة ومنزلقة فيه اول عمود بلفتين بدأت بالدور الدور الجديد هبدأ بارتفاع تلاتة سلسلة غير محسوبة وهعمل عمود بلفتين في نفس الغرزة اللي انا فيها هعلم برضو الغرزة دي هعمل اتنين سلسلة واحد اتنين وفوق كل آآ غرزة من الاربع غرز اللي جايين او العمود بلفتين الاربع عمودة الاربع عمود بلفتين اللي جايين هعمل فوق كل واحد فيهم عمود بلفة طويلة عمود بلفة طويلة يعني مش هيبقى فيها تزايدات بس آآ الغرزة هي اللي مختلفة تالت عمود بلفة طويل رابع عمود بلفة طويلة بعد كده هعمل آآ ثلاثة سلسلة واحد اتنين تلاتة وفي فراغ التمانية سلسلة ممكن نعمل في الفراغ نفسه وممكن فيه الغرزة آآ الرابع على حسب ما تحبه انا افضل نخليها فيه يعني في الفراغ نفسه عشان آآ طالما عدد الغرز زوجي يبقى ما فيش آآ غرزة في المنتصف عملت غرزة آآ حشو بعد كده تلاتة سلسلة كمان واحد اتنين تلاتة وهروح على الأربع آآ أربع عمود بلفتين اللي جايين برضو في كل واحد فيهم هعمل عمود بلفة طويل هيبقى عندي أربعة عمود بلفة طويلة ده كده التالت وده كده الرابع بعد كده هعمل اتنين سلسلة واحد اتنين وفي العمود بلفتين اللي لوحده هنا ده من الدور اللي فات هشتغل فيه اتنين عمود بلفتين يعني هعمل فيه تزايد بعمود بلفتين بالشكل ده بعد كده هعمل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هروح على أول عمود بلفتين من التسع عمدة هشتغل فيه عمود بتلات لفات فوق العمود نفسه واتنين سلسلة في العمود اللي بعده عمود برضه بتلات لفات واتنين سلسلة فوق كل عمود من دول هشتغل عمود بتلات لفات هيبقى عندي تسعة عمود بتلات لفات بين كل عمود والتاني فيه اتنين سلسلة فراغ العمود اللي بعده واحد اتنين واتنين امود بتلات لفات اتأكد من عدد لفات الخيط على الابرة في البداية واحد اتنين سلسلة تلات لفات على الابرة واحد اتنين تلات لفات على الابرة. ده التامن. اتنين سلسلة فراغ. تلات لفات على الابرة. ده اخر. عمود بتلات آآ لفات. بعد كده هعمل خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. فوق العمود آآ اللي واحده. من الدور اللي فات هشتغل فيه تزايد من عمود بلفتين. هو آآ الدور ده يبين في الاول ان هو بلغطط لان كل آآ غرزة آآ او كل عمود آآ فوقي نوع آآ عمود مختلف. او فوقي غرزة مختلفة. لكن هو آآ سهل وبسيط. يعني هو تعملي اول تكرار. وبعد كده هتلاقيه بقى بسيط. يبقى العمود اللي الواحده. العمود بلفتين اللي الواحده. بعمل تزايد من عمود بلفتين. بعد كده بعمل اتنين سلسلة واحد اتنين. والاربع اعمدة اللي جنب بعض. بعمل فيهم عمود آآ بلفة طويل. عمود بلفة طويل. فوق كل واحد منهم. فيبقى عندي اربعة عمود بلفة طويلة. ده التالت. وده الرابع. بعد كده اعيد تاني نفس اللي عملته هنا. تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. حشوة في فراغ التمانية سلسلة واحد اتنين تلاتة سلسلة. واكرر. فوق الاربع اعمدة دول. فوق كل واحد فيهم. عمود بلفة طويل. ده الاولاني. تاني. التالت. الرابع. اتنين سلسلة. وفي العمود اللي الواحده. هعمل آآ تزايد بعمود بلفتين او اتنين عمود بلفتين في نفس الغرزة. بعد كده بكرر. خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. فوق كل عمود بلفتين. هعمل عمود بتلات لفات. واثنين سلسلة. وهكزا. هكمل كده لنهاية الدور. وارجع لكم. في نهاية الدور هقفل بخمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وفي اول غرزة اشتغلتها. هعمل فيها عمود بلفتين كمان في نفس الغرزة. لان انا المكان ده كنت بعمل فيه آآ تزايد. فهيبقى عندي اتنين عمود آآ بلفتين. ومنزلقة في اول عمود اشتغلته. في الدور الجديد هرتفع تلاتة سلسلة غير آآ محسوبة. وهعمل آآ بعد كده في نفس المكان هعمل عمود آآ بلفتين. في نفس الغرزة اللي انا فيها. هعلم بردو. دلوقتي هعمل تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. هروح على آآ اول غرزتين عندي. هعمل فيهم آآ تناقص بعمود آآ طويل. هدخل هاخد لفت خيط على الابرة. هدخل في اول غرزة. اسحب خيط واطلع. اسحب خيط واطلع من اول حلقة بس. اسحب خيط واطلع من اول حلقتين. هخلي معي اخر حلقتين على الابرة. هاخد لفة خيط على الابرة. هدخل في الغرزة اللي بعدها. اسحب خيط واطلع. هاخد خيط واسحب من يعني اطلع من اول حلقة بس بعد كده هاخد خيط اسحب خيط من اطلع من اول حلقتين كده معي ثلاث حلقات على الابرة اسحب خيط واطلع من الكل وفي الثلاث غرز آآ آآ في الغرزتين اللي جايين هشتغل آآ عمود عادي الغرزة اللي بعدها عمود عادي في فراغ التلاتة سلسلة هعمل عمود كمان يبقى عمل تتناقص في اول غرزتين تاني غرزتين عمود في كل غرزة في فراغ التلاتة سلسلة عملت عمود بالشكل ده بعد كده هشتغل عمود تاني هروح على الفراغ التلاتة سلسلة اللي بعده اعمل فيه عمود في الغرزة اول غرزة عندي هعمل فيها عمود الغرزة اللي بعدها عمود هعمل التناقص في الغرزتين اللي جايين بعمود طويل برضو زي ما عملنا اسحب خيط واطلع اسحب خيط من اول حلقة من الحلقتين اللي بعد كده اخد لفة خيط وادخل في الغرزة اللي بعدها اسحب خيط واطلع من اول حلقة اسحب خيط واطلع من حلقتين معايك 3 حلقات على الابرة اسحب خيط واطلع من الكل بعد كده هعمل ثلاثة سلسلة واحد اتنين ثلاثة في اول عمود بلفتين عندي هعمل تزايد بغرزتين عمود بلفتين في نفس الغرزة كمان اعمل عمود بلفتين كمان وفي العمود بلفتين اللي بعده او الغرزة اللي بعدها هعمل فيها عمود بلفتين واحد بالشكل ده بعد كده هعمل خمسة سلسلة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة دلوقتي هنعمل غرزة برضو مجمعة عبارة عن شكلها شبه برج ايفل فانا هسميها غرزة برج ايفل هتبقى شكلها ازاي هي عبارة عن اتنين عمود مجمعة وفوقيهم عمود هنشوف هنشتغلها ازاي هاخد لفتين على الابرة وهاجي هنا في فراغ الخمسة سلسلة هنا قبل العمود هشتغل عمود هسحب خيط من اول حلقتين هاخد خيط وهدخل بعد العمود في فراغ الاتنين سلسلة اللي بعد العمود هسحب خيط واطلع هسحب خيط من اول حلقتين دلوقتي هسحب خيط واطلع من حلقتين اتنين بس كده عملت العمود المجمع عمود هنا وعمود هنا عمود قبل العمود بتلات لفات وعمود بعد العمود بتلات لفات بعد كده متبقي لتلات حلقات على الابرة هكمل بهم العمود العادي بتاعي هسحب خيط واطلع من اول حلقتين واسحب خيط واطلع من تاني حلقتين فتبقى الغرزة شكلها كأن لها حرف تمانية او رقم تمانية من تحت وواحد من فوق فشكلها حمل زي ما تكون بورج ايفل طيب بعد كده هعمل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة هكرر تاني بورج ايفل ده في العمود بتلات لفات اللي جاي هاخد حلقتين على الابرة هدخل قبل العمود في فراغ الاتنين سلسلة اللي انا اشتغلت فيه غرزة بورج ايفل ده الاولانية هدخل هنا قبل العمود اسحب خيط واطلع اسحب خيط واطلع من اول حلقتين وماكملش هاخد خيط على الابرة وادخل فيه فراغ الاتنين سلسلة اللي بعد العمود بتلات لفات اسحب خيط واطلع من اول حلقتين دلوقتي معي اربع حلقات على الابرة اسحب خيط واطلع من اول حلقتين بس كده انا قفلت العمود المجمع معي تلات حلقت على الابرة اسحب خيط واطلع من اول حلقتين واسحب خيط واطلع من تاني حلقتين كده عملت تاني غرزة من غرزة بورج ايفل بعد كده اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا هكرر غرزة بورج ايفل في نفس الفراغ اللي اشتغلت فيه دلوقتي اسحب اخد خيط هي هي نفس الطريقة اللي اشتغلناها اقفل العمود المجمع بعد كده اشتغل اخر عمود عندي واربعة سلسلة غرزة بورج ايفل كمان اتنين لفتين على الابرة هدخل قبل العمود اسحب اخد خيط وادخل بعد العمود هقفل العمود المجمع بعد كده اعمل العمود العادي بتاعي هكمل كده بنفس الطريقة لنهاية الاعمودة اللي بتلافت من الدور اللي فات اعمل غرزة بورج ايفل واربعة سلسلة غرزة بورج ايفل واربعة سلسلة هكمل كده وارجع خلصت كده الجزء بتاع غرزة بورج ايفل هيبقى عندي تسعة من غرزة بورج ايفل دي بعد كده هشتغل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هروح على العمود بلفتين الاولاني هشتغل فيه عمود بلفتين في العمود اللي بعده هعمل تزايد بعمود بلفتين ادي الاولاني وادي التاني بالشكل ده بعد كده هعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هعمل تناقص في اول غرزتين عندي بعمود طويل زي ما بدأنا هطلع من اول حلقة واطلع من اول حلقتين اخلي حلقتين معي على الابرة اسحب خيط يعني اخد خيط وادخل في الغرزة اللي بعدها اطلع من اول حلقة اسحب خيط تاني من اطلع من اول حلقتين معي تلات حلقات على الابرة اسحب خيط واطلع من التلات حلقات كده انا عملت تناخص في اول غرزتين في الغرزتين اللي جايين هعمل عمود عادي في كل غرز عمود احنا كده بنكرر برضو اللي اشتغلناه في فراغة ثلاثة سلسلة هعمل عمود في فراغة ثلاثة سلسلة اللي بعده هعمل عمود و اكرر نفس الشغل عمود في اول غرزة عمود في تاني غرزة في الغرزتين اللي متبقيين هعمل فيهم تناقص بغرزة العمود الطويل بالشكل ده ثلاثة سلسلة واحد اتنين ثلاثة وبعد كده اول عمود هيقابلني هعمل في تزايد بعمود بلفتين في نفس الغرزة عمود كمان في العمود اللي بعده هعمل عمود بلفتين واحد وهكذا اكرر وصلنا كده هنا عند غرزة غرزة بورج ايفل هعمل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهشتغل عيد تاني غرزة بورج ايفل زي ما اشتغلناها هنا هكمل الدور بنفس الطريقة وارجع لكم في نهاية الدور هقفل بخمسة سلسلة في عندي هنا عمود بلفتين هعمل فوقي عمود بلفتين وفي اول غرزة بدأت فيها هعمل فيها تزايد هعمل برضو عمود بلفتين في اول غرزة وهقفل بمنزلقة في اول عمود بلفتين بدأت به بالشكل ده الدور الجديد هبدأ بارتفاع ثلاثة سلسلة غير محسوبة واحد اتنين ثلاثة في نفس المكان هعمل عمود بلفتين بعد كده هعمل اربعة سلسلة واحد اتنين ثلاثة اربعة هشتغل في اول تلات غرز عندي عمود بلفتين في كل غرزة اول غرزة عندي هي تناقص هشتغل في غرزة التناقص عمود بلفتين في الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين برضو الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين دلوقتي بقى عندي العمودين اللي جايين هعمل فيهم غرزة بورجي ايفل اللي عملناها في الدور اللي فات هاخد حلقتين اللفتين على الابرة هدخل في اول غرزة اعمل يعني ابدأ العمود وماكملهوش هاخد خيط على الابرة في العمود اللي بعده ادخل اسحب من اول حلقتين واكمل اسحب من حلقتين ومن حلقتين ومن حلقتين في الثلاث في الغرزتين اللي جايين هعمل في الثلاث غرزة اللي جايين هعمل كل غرزة عمود بلفتين عندي اخر غرزة هي تناقص عمود بلفتين برضو في غرزة بالشكل ده يبقى تلاتة عمود بلفتين غرزة بورجي ايفل بعد كده تلاتة عمود بلفتين بعد كده هشتغل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة في اول عمود بلفتين هعمل عمود بلفتين واحد في العمود الوسطاني هعمل تزايد او اتنين عمود بلفتين في نفس الغرزة في اخر عمود هعمل عمود بلفتين واحد دي بقى تزايد هيبقى في العمود الوسطاني بس التلاتة خلتهم اربعة بعد كده هعمل ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هروح على اول فراغ من الاربعة سلسلة اعمل فيه غرزة حشو وخمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة حشو في الفراغ اللي بعده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة حشو في الفراغ اللي بعده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة حشو في الفراغ اللي بعده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة حشو في الفراغ اللي بعده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة حشو في الفراغ اللي بعده وهكذا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. حشو في الفراغ اللي بعده. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. حشو في الفراغ اللي بعده. اصلت هنا عند اخر اه فراغ. اللي هو قبل اخر اه غرزة اه برج ايفل. بالشكل ده. دلوقتي هعمل ستة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. التلاتة اعمدة اللي عندي هعمل في اول عمود. عمود بلفتين. العمود اللي بعده هعمل فيه تزايد يعني اتنين عمود بلفتين في نفس الغرزة. العمود الاخير هعمل فيه عمود بلفتين واحد. بعد كده هعمل اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. فيه اول تلات غرز هعمل آآ عمود بلفتين في كل غرزة منهم. احنا كده بنعيد برضو الشغل اللي بدأنا بيه. العمودين اللي فيه المنتصف. هشتغل فيهم غرزة بورجي ايفل. انا كده آآ بكرر. فيه تلات غرز اللي جاية كل غرزة فيهم آآ هعمل انا حطيت غرزة في مكان غلط. هعيتها. هو هو نفس الشغل اللي احنا بدأنا بيه. هكرر آآ نفس آآ الطريقة. والتلات آآ آآ عمودة اللي جايين. عمود بلفتين في كل آآ غرزة. آخر غرزة عندي هي غرزة تناقص. اخلي بالي. فيبقى برضو زي ما اشتغلنا في الاول. تلاتة عمود بلفتين. غرزة بورجي ايفل. تلاتة عمود بلفتين. واكرر كل الشغل اللي عملته. هنا. وهنا. هكرره وهو. تاني. في نهاية الدور هقفل بستة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. عمود في او عمود بلفتين في اول عمود عندي. تزايد في العمود الوسطاني. وفي العمود اللي انا بدأت بيه. الدور هعمل منزلق. بالشكل ده. لبداية الدور اللي جاي. هبدأ بارتفاع على تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. غير محسوبين. عمود بلفتين في نفس الغرزة اللي انا فيها. باعلم الغرزة دي. بعد كده هعمل اه اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. اربعة. اه عندي هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع اه غرز. هعمل فيهم اه تلاتة اه من غرزة البورج ايفل. اول غرزة والاخيرة زي بعض. واللي في النص مختلفة شوية. اول غرزة زي اللي احنا عملناها قبل كده. اه هاخد حلقتين على الابرة وهدخل في اول عمود. اصحب خيط واطلع. اطلع من اول حلقتين. هاخد خيط وادخل في الغرزة اللي بعدها. اطلع من اول حلقتين واكمل حلقتين حلقتين حلقتين. ده نفس الشغل اللي عملناه قبل كده. في الغرزة اللي جاية هعمل برضو حلقتين بس مش هدخل في غرزتين بس لا هعمل في تلاتة هدخل في اول غرزة اطلع من اول حلقتين الغرزة اللي بعدها اطلع من حلقتين الغرزة اللي بعدها واطلع من حلقتين واكمل حلقتين 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 حلقتين. ده بس الفرق اللي بعدها برضو باخد لفتين عندي فضلي اخر اتنين عمود او غرزتين بخلصهم بغرزة بورجي ايفل زي ما عملنا في اول عمودين بالشكل ده بعد كده هشتغل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة اول عمود عندي هشتغل فيه عمود بلفتين تاني عمود هعمل فيه تزايد بعمود بلفتين اتنين عمود بلفتين في نفس الغرزة العمودين اللي جايين كل واحد فيهم هعمل فيه عمود بلفتين فارتيبة تزايد فيه العمود التاني بس او فيه الغرزة التانية بس بعد كده هعمل ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة في اول فراغ عندي من الخمسة سلسلة هعمل في غرزة حشو وهعمل غرزة بيكو من ثلاثة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهعمل بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها في الادوار اللي فاتت وحشو في نفس الفراغ مرة كمان بالشكل ده يبقى حشو بيكو حشو في اول فراغ من الخمسة سلسلة بعد كده هعمل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة حشو في الفراغ اللي بعده حشو واحد بس بعد كده خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في الفراغ اللي بعده هعمل حشو بيكو من ثلاثة سلسلة وحشو في نفس الفراغ بعد كده خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الفراغ اللي بعده او الخمسة سلسلة اللي جاية هعمل فيها غرزة حشو بس يبقى عندي فراغ بشتغل فيه حشو بيكو حشو والفراغ اللي بعده بشتغل فيه حشو بس وبين كل فراغ والتاني فيه خمسة سلسلة اخر حاجة وقفنا عندها حشو بس خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الفراغ اللي بعده حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة للبيكو وحشو تاني فيه نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة حشو في الفراغ اللي بعده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في الفراغ اللي بعده وهو اخر فراغ عندي هعمل فيه حشو تلاتة سلسلة للبيكو وحشو فيه نفس الفراغ بالشكل ده بدأت بحشو بيكو حشو ونهيت برضه بحشو بيكو حشو كده هعمل ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة في اول عمود عندي هعمل عمود بلفتين العمود اللي بعده هعمل في تزايد احنا بنكرر كده برضه تاني غرزة هي اللي فيها التزايد العمود اللي بعده عمود بلفتين واللي بعده عمود بلفتين فردي يبقى الاربع اعمدة اللي كانوا في الدور اللي فات احنا خلناهم خمس اعمدة بعد كده اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة احنا كده بنعيد برضه هشتغل هنا غرز برج ايفل في اول عمودين هعمل غرزة الغرزة اللي بعدها في التلاتة عمودة اللي في المنتصف دي اول غرزة التانية التالتة واكمل اطلع من حلقتين 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 واخر غرزة برج ايفل في اخر غرزتين عندي واكمل معادي وافضل اكرر بنفس الطريقة هكمل كده لنهاية الدور وارك في نهاية الدور هقفل بستة سلسلة وعمود عمود بلفتين في اول غرزة عندي في الغرزة التانية هعمل تزايد اتنين عمود بلفتين في نفس الغرزة الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين وهقفل بمنزلقة في اول عمود بلفتين عملته في بداية الدور بالشكل ده الدور الجديد هبدأ بارتفاع تلاتة سلسلة غير محسوبة وعمود بلفتين في نفس الغرزة واعلم برضو بعد كده هشتغل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في الثلاث غرز اللي عندي من الدور اللي فات هنا في غرز برج ايفل هعمل فيهم هما التلاتة غرزة واحدة من برج ايفل زي الغرزة اللي عملناها في المنتصف اللي هي كانت تلاتة غرز وابدأ اطلع اتنين 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 بعد كده خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عندي هنا خمس عمدة من عمود بلفتين هشتغل في اول غرزتين عمود بلفتين في كل واحد فيهم عمود ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هاجي هنا في اول فراغ من الخمسة سلسلة هعمل هعمل فيه غرزة حشو وبيكو واحد اتنين تلاتة سلسلة وغرزة حشو في نفس المكان بعد كده هعمل سبعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة في الفراغ اللي جاي هشتغل فيه غرزة حشو تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وغرزة حشو يعني هي حشو تلاتة سلسلة حشو مش هعمل آه غرزة بيكو بعد كده هشتغل سبعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة في الفراغ اللي جاي هشتغل حشو تلاتة سلسلة حشو ما فيش برضو بيكو بعد كده هشتغل سبعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة السبعة الفراغ اللي جاي برضو حشو تلاتة سلسلة حشو سبعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة الفراغ اللي جاي حشو تلاتة سلسلة حشو هعمل بدلوقتي سبعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ده اخر فراغ عندي هشتغل فيه حشو وبيكو واحد اتنين تلاتة برز بيكو وحشو في نفس المكان يبقى الفراغات اشتغلت فيها اول فراغ اشتغلت فيه حشو بيكو حشو بعد كده سبعة سلسلة حشو تلاتة سلسلة حشو سبعة سلسلة حشو تلاتة سلسلة حشو وهكذا لغاية لما اوصل عند اخر فراغ هشتغل فيه حشو بيكو حشو بعد كده هعمل ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وكل اللي عملته قبل كده هيتكرر تاني هنا في الخمس اعمدة في اول عمودين عمود بلفتين فردي وفي تالت عمود هعمل تزايد عمود بلفتين تاني في نفس المكان اخر عمودين كل واحد فيهم عمود بلفتين فردي بعد كده خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هكرر كده غرزة بورج ايفل في الثلاث غرز اللي جايين مع بعض خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واكرر في الخمس اعمدة هنا نفس الشغل اللي عملته هنا هكرر كده لنهاية الدور بنفس طريقة الشغل دي وارجعلكم في نهاية الدور هقفل بمنزلقة في اول عمود بلفتين بدأت بيه ولبداية الدور الجديد هرتفع تلاتة سلسلة غير محسوبة وفي نفس العمود هشتغل عمود بلفتين وهاعمل ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهروح على اول عمود بلفتين هنا اشتغل عمود بلفتين بلفتين بالشكل ده اعلم اول عمود تاني عمود هشتغل في اه تزايد عمود بلفتين في عمود بلفتين كمان في نفس الغرزة العمود التالت هشتغل في عمود بلفتين فردي بعد كده هعمل سلسلة واحدة في الثلاث اعمده اللي جايين هشتغل عمود بلفتين في كل عمود فيهم واحد الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين ثالث واحد عمود بلفتين يبقى عملت في اول غرزة عمود بلفتين في تاني غرزة تزايد في تالت غرزة عمود بلفتين بعد كده سلسلة بعد كده تلاتة عمود بلفتين عمود في كل غرزة بعد كده دلوقتي هعمل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هروح على اول فراغ سبعة سلسلة هعمل فيه تلاتة عمود عادي عمود بلفة عادي واحد اتنين تلاتة هعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة حشو فيه فراغ التلاتة سلسلة تلاتة سلسلة كمان واحد اتنين تلاتة فيه كل فراغ سبعة سلسلة هحط تلاتة عمود اتنين تلاتة تلاتة سلسلة حشو فيه فراغ التلاتة سلسلة تلاتة سلسلة كمان وفيه كل فراغ من السبعة سلسلة هشتغل تلاتة عمود وآآ تلاتة سلسلة حشو فيه فراغ التلاتة سلسلة وتلاتة سلسلة واكرر تلاتة عمود فيه فراغ السبعة سلسلة هخلص كده الخمس مرات اللي فيهم آآ تلاتة عمود في السبعة سلسلة وارجع بعد آآ آخر تلاتة عمود في آخر فراغ من السبعة سلسلة هعمل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. في اول آآ تلات اعمدة عندي. هشتغل عمود بلفتين في كل آآ غرزة من الثلاث اعمدة الاولانيين. التاني. التالت. بعد كده هعمل سلسلة واحدة. في اول عمود هعمل عمود بلفتين. في تاني عمود هعمل تزايد. التالت. في اخر عمود هعمل عمود واحد بس بلفتين. بعد كده هعمل ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. واكرر نفس الشغل اللي بدأت بيه. الدور. عمود في اول عمود. تزايد في تاني عمود. تالت عمود فردي. سلسلة. و تلات اعمدة في التلات. اه تلات عمود بلفتين. في التلات اعمدة اللي جايينة. كل عمود فوقي عمود بلفتين. بالشكل ده. و اكرر نفس اللي اشتغلته. لنهاية الدور. هكمل كده و ارجع لك. في نهاية الدور هقفل بمنزلقة. في اول عمود بلفتين بدأت بيه. الدور الجديد هتبدأ بارتفاع تلاتة سلسلة. و عمود بلفتين في نفس الغرزة. بعد كده هعمل خمسة سلسلة. واحد اتنين. تلاتة اربعة. خمسة. في الاربع اعمدة. اه العمود بلفتين هنا. هعمل فوق كل واحد فيهم. عمود بلفتين. ما فيش اي لا تزايد ولا تناقص. عمود بلفتين فوق كل عمود بلفتين. اخر. عمود. بعد كده هعمل. تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. والتلات عمدة اللي جايين او التلات غرز اللي جايين. هعمل فوق كل واحد فيهم. عمود بلفة طويل. برضو مفيش لا تزايد ولا تناقص. عمود بلفة طويل فوق كل عمود. اه بلفتين. هشتغل دلوقتي. اه اتنين سلسلة. واحد اتنين. عندي هنا تلاتة عمود. في فراغ السبعة سلسلة. فوق كل عمود منهم. هعمل عمود. عمود عادي. واحد اتنين تلاتة. بعد كده هعمل تسعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. هروح على تلاتة عمود اللي بعدهم. اعمل فوق كل عمود. عمود. وهكزا. تلاتة عمود تسعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. تمانية تسعة. تلاتة عمود اللي بعدهم. واحد اتنين تلاتة تسعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وتسعة. هيبقى عندي برضو نفس عدد المجموعات. يعني هيبقى عندي خمسة من الثلاثة عمودة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. اخر مجموعة من تلاتة عمود. عمود فوق كل عمود منهم. بعد كده هعمل اتنين سلسلة واحد اتنين. فوق الثلاثة اعمدة. هشتغل عمود بلفة طويل. فوق كل عمود. العمود الثاني. عمود بلفة طويل. العمود الثالث عمود بلفة طويل. تلاتة سلسلة واحد اتنين ثلاثة. عمود بلفتين. في الاربع غرز اللي جايين. الثاني. الثالث. الرابع. بعد كده. هعمل. خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واعيد نفس الشغل اللي بدأت بيه. فوق الاربع اعمدة. عمود بلفتين فوق كل عمود. وتلاتة سلسلة. وفوق كل. فوق تلاتة اعمدة. هشتغل عمود بلفة طويل. فوق كل عمود. واكرر بنفس الطريقة. هكمل كده لنهاية الدور. وارجع لكم. في نهاية الدور هقفل بمنزلقة في اول عمود بلفتين اشتغلته. لبداية الدور الجديد هبدأ بارتفاع تلاتة سلسلة غير محسوبة. وهعمل عمود بلفتين في نفس الغرزة اللي انا فيها. بعد كده هعمل خمسة سلسلة. واحد اتنين تلات اربعة خمسة. في الاربع عمود بلفتين فوق كل عمود فيهم. هعمل عمود بلفتين. ده كده التاني. ده التالت. وده الرابع. دلوقتي هعمل اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. فوق كل عمود من العمود الطويل التلاتة اللي جايين هعمل عمود عادي. فوق كل عمود طويل عمود عادي. بعد كده مش هعمل اه اي سلاسل. هروح على التلات اعمدة اللي جايين. هعمل فيهم عمود مجمع او هعمل تناقص في التلات اعمدة. بسحب خيط وبطلع. بسحب بطلع من اول حلقتين ومش بكمل. باخد خيط وادخل في الحلقة اللي بعدها. او في الغرزة اللي بعدها. اطلع من اول حلقتين ومش بكمل. وهكذا في ثالث عمود. معايا ثلاث حلقات على الابرة. معايا اربع حلقات اسفة على الابرة. بسحب خيط واطلع من الكل. بعد كده بعمل خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. في فراغ التسعة سلسلة ده. بعمل غرزة حشو. تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. غرزة حشو في نفس المكان. وخمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وبكرر حشو تلاتة سلسلة حشو في كل فراغ. هعمل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وعمود مجمع او تناقص في الثلاث اعمدة اللي جاية. زي ما عملنا في الثلاث اعمدة اللي فاتوا. معي اربع حلقات على الابرة اصحب واطلع من الكل خمسة سلسلة في فراغ تسعة سلسلة حشو تلاتة سلسلة وحشو في نفس الفراغ خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة و اكرر في التلاتة اعمدة اعمل تناقص و خمسة سلسلة في فراغ تسعة سلسلة حشو تلاتة سلسلة حشو و خمسة سلسلة والتناقص هكرر كده لغاية لما اخلص الاعمدة هنا وارجع لها بعد اخر تناقص او عمود مجمع هروح على التلاتة اعمدة في المجموعة دي هشتغل عمود فوق كل عمود عادي فوق كل اه كان عمود طويل من الدور اللي فات بعد كده اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة عمود بلفتين في الاربعة غرز اللي جاية بعد كده خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واكرر كل اللي عملته عمود بلفتين في الاربعة اعمدة اللي جاية اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة عمود في التلات غرز اللي جاية عمود فوق كل عمود وهكذا واول مجموعة من تلات اعمدة اشتغل فيها تناقص في التلاتة اعمدة مع بعض وهكذا خمسة سلسلة حشو تلاتة سلسلة حشو في نفس المكان وخمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واكرر بنفس الطريقة هكمل كده لنهاية الدور وارجع لكم اشتركوا في القناة